المقاومات الكويسة اللي فيه ومجموعة الفيتامينز اللي بيتميز بيه عن غيره حتى النسب اللي يعني بتبقى مختلفة عن اي مكمل غذائي اخر وهو لان هو ملوش بديل انا عارف ان هو ملوش بديل ملوش بديل وعشان كده احنا حطين صورته على الشاشة عشان انا ما عنديش بديل لقلب مولتي في السيدليات لا بالارخص ولا بالاغلى فطبعا بستأذن الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا احنا نصور شكل العلبة على الشاشة دلوقتي دي 13 فيتامين ومعدن الموجودين في ألب مولتي فيت عندي الزنك عندي فيتامين ها عندي فيتامين سي عندي فيتامين بي وده اللي بيميز ألب مولتي فيت انه فيه كل مجموعة به الكاملة فيه طبعا مولتي فيتامين ستانية موجودة في الماركت او في السيدليات مهمة جدا ان بتحتوي على فيتامين به بس مش الكاملة الجسم تحتاج فيتامين وهي الكاملة طيب يميز ألب مالتي فيتاتي ليس إنه مديد ألف مالتي فيتاتي ولما يميز أيها الطcroب هو إنه أعلى تركيز في الزنك الزنك ، الزنك ، الزنك والزنك مهم نجمعن في كل العمليات الحيوية في الجسم يميز زنك المهم لكل خلايا للكل تجدد في الجسم والذنك هو مهم للمناعة الذنك هو مهمّ للذكورة ، البشر والشعر والذك يمايز ألف مالتي فيتاتي أن الجميع اعلى اللعنة اللحية ده مهم جداً وأنا عندي ألبا مالتيفيت اللي بيميزه أنه داعم قوي جداً للمناعة لأن المناعة يعني فيتامين سي و 500 ميلي جرام عندي داخل ألبا مالتيفيت نسبته حلوة جداً نسبته رائعة وعندي داخل ألبا مالتيفيت الكالسيوم المهم لتكوين خلايا العضن وده مهم أني ناخده برضو يومياً يومياً بس النسبته بقى مهمة نسبته مهمة بقى قوي الكالسيوم عشان الكالسيوم ما ينفعش يعلى في الدم صحيح لكن ألبا مالتيفيت عمل معادلة حلوة قوي أن الكالسيوم جواه 70 ميلي جرام أنا البني آدم البالغ محتاج ألف ميلي جرام الحامل محتاج ألف ومتين ألبا مالتيفيت أنا باخده لايف تايم دايلي روتين ما خافش أبداً من أن الكالسيوم ممكن يعلى عندي في الدم الكالسيوم مهم جداً لصحة عظمي لصحة سناني مهم لإنقباض عضلة القلب مهم جداً عندي كمان داخل قلب مالتيفيت عندي زي ما قلت الكابر الكابر النحاس دا أنتي ايجنج مضادة للشاخوخة من الدرجة الأولى فمهم جداً أن أستخدمه عندي أقوى مضادة أكسادة داخل قلب مالتيفيت فيتامين ها فيتامين اي الأقوى كمضادة أكسادة فيتامين اي بيعمل على عدم أكسادة ضدون الضرة وتتحولي إلى كوليسترول وتعملي مشاكل في الأوعية الدموية فيتامين سي مهم جداً لداخل قلب مالتيفيت فيتامين سي مضادة أكسادة قوي وفيتامين سي مناعة قوية وفيتامين سي كمان بيعزز لي على امتصاص الحديد مهمة قوي أن أنا أهتم بنسبة حديد في جسمي الحديد بناخده من المصادر الحيوانية وبيبقى موجود في المصادر النبادية بس المصادر الحيوانية أقوى زي الكبدة وكده طيب حد يقولي طب أنا بأكل كبدة وبأكل حاجات فيها حديد عايزة ميا؟ لا لا أكل حديد أوكي بأكل كبدة وبأكل أكل فيه حديد بس أجي أعمل السي بي سي بتاعي ألاقي عندي نسبة الحديد قليلة عشان كده فيتامين سي بيعزز لي مصادر الحديد ومناخد بالنا لما بيجي الدكتور بيشوف المريض عنده أنيميا بيكتب له على حديد معا فيتامين سي لازم ألبا مولتي بيت يحتى عشان يمتص كويس كمان فيتامين سي بيعزز لي على إنتاج الكولوجين ودي حاجة مهمة قوي الكولوجين من أهم بروتينات جسم الإنسان والكولوجين سلامتك يا عظيمة اللهم أذكر مني أذكرني بالخير يا رب يا رب أمين الكولوجين رجع للكولوجين الكولوجين بعد سن 25 سنة بينقص نسبته بتقل 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 طيب ده دريجي معنا كلنا عايزين نعيد نساعد على إنتاجه تاني لازم وجود فيتامين سي هو ده قلب مولتي فيت اللي أنا بقول أنه مهم جدا لكل الأعمار ابتداء من 13 سنة من عند سن البلوغ كمان سن البلوغ ده مهم جدا مهم جدا للسيدات السيدات بتمر على مراحل عمرية محتاجة فيتامينات الحامل محتاجة فيتامينات اللاكتيتينج مدر محتاجة فيتامينز المردعة المردعة بعد وصول المون annoy محتاجين فيتامينز وقت الدورة الشهرية محتاجين فيتامينز قلب مولتي فيت هنصور العلبة عشان انا ما عنديش بديل لقلب مولتي فيت طريقة الحصول احنا متواجدين في سلسلة سيدليات كبيرة جدا موجودة سلسلة السيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر فنقدر نطلب منه قلب مولتي فيت بلس ان احنا موجودين اونلاين ده رقم شركة بايو ناتشرال المنتجة لقلب مولتي فيت بنوصل لحد باب البيت ايا كانت محافظة في مصر وكمان عندنا صفحة على السوشيال ميديا اسمها بايو ناتشرال للاستفسار عن اي سؤال يخص قلب مولتي فيت هنصور العلبة يا جماعة ما عنديش بديل وكمان في حاجة حلوة قوي كمان اتعملت ان هنزل حالا دلوقتي كود السيدلة لان احيانا بيبقى في بعض العملاء بيروحوا السيدلية القريبة من بيتهم ما يلاقوش قلب مولتي فيت فكود السيدلة احنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة فيقدر الدكتور السيدالي او الدكتور السيدلاني اللي عايزة توفر قلب مولتي في السيدلية بتاعتهم بيكلموا الشركة المتحدة للسيدلة وديهم من اكبر شركات التوزيع في الشرق الاوسط وفي مصر يقدر يوصلوا له بكل سهولة ترجمة نانسي قنقر